بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطفالي وولاد الغاليين عاملين إيه؟ يارب تكونوا بخير أتمنى أن يكون الساينس سهلة على عقلكو يا رب إلا نكمل مع بعض في يونيت 1 كونسبت 1 بارت 3 لائت أنت سايت لسن 2 أكتيفتي 5 لائت أبزيرفاشنز ملاحظات عن الضوء نقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني بيقول لي خد بالك يا شاطر أنت تعلمت في الدرس اللي فات مش أنا عرفت أن نعنية محتاجة source of light to see علشان أشوف وعرفت كمان أن source of light ده بيخرج light waves بيخرج لي موجات ضوئية الموجات الضوئية ديت fall on an object بتقع على شيء قدامك زي الكتاب ده يعني إحنا دلوقتي علشان نشوف الكتاب ده light source اللي موجود الإضاءة اللي موجودة تمام عملت ايه؟ بعثت gives off انبعث منها ايه؟ انبعث منها light waves وقع على هذا الايه؟ على هذا ال object and this light wave reflect from this object وهذه اللي موجودة انعكست من هذا ال object على عيوننا فشوفنا اللي قدامنا ده على إنه كتاب مفتوح مكتوب قدامنا بنعرف نقرأ اللي فيه يلا نقول you have learned in the previous lesson that your eyes need light to see عينيك محتاجة ضوء علشان تشوف يا طفل يا جميل تمام عشان تشوف ايه؟ objects clearly علشان تشوف الأشياء اللي موجودة حواليك كلمة clearly دي مهمة جدا clearly علشان تشوف الأشياء بوضوح ولذلك ان في عدم وجود الضوء او في وجود اللو لايت الضوء الخافت في حالة وجود الضوء الخافت كلام جميل انت حضرتك you can't see clearly ما بتقدرش تشوف بوضوح طي now we are going to do an experiment احنا دلوقتي هنعمل تجربة لذيذة وجميلة وكلكم هتعملوها في البيت to show لكي نوضح هنوضح ايه؟ لكي نوضح that human needs light علشان نوضح لكم ان فعلا ان الانسان بيحتاج الايه؟ الضوء to be able to see things in dark places clearly يعني احنا في التجربة ده هيت هنثبت لكم ان الانسان بيحتاج للضوء علشان يبقى قادر انه هو يشوف الأشياء اللي موجودة فين في الأماكن الضلمة clearly كلام جميل clearly ها؟ بوضوح 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 يبقى في هذه التجربة سنكشف العلاقة بين الضوء والبصر هنشوف العلاقة بين الضوء والبصر وان الانسان لازمه لابد انه بيحتاج الى الضوء لكي يرى الاشياء بوضوح clearly ها؟ فين؟ in the dark places في الأماكن المظلمة ايه التولز بتاعتي اللي انا محتاجها؟ التولز الادوات محتاج فلاشلايت اكيد عندنا فلاشلايت موجود في الموبايل بتاعنا كلام جميل يبقى الفلاشلايت موجود وهجيب صندوق صغير small box وهجيب small ball هجيب كرة صغيرة اكيد طبعا متوفر عندنا في البيت small ball ومتوفر عندي small box ومتوفر عندي فلاشلايت يلا ايه هي اللي ستبس بقى ايه هي الخطوات اللي انا هتبعها الخطوات اللي انا هتبعها يلا number one make two holes on one side of the box next to each other يعني بيقول لي هات الصندوق الصغير اللي انت جبته كلام جميل واعمل فيه فتحتين two holes كلام جميل on the box تمام on one side next to each other اللي اتنين جنب بعض next to each other اللي اتنين متجاورتين so لذلك that the distance between them is approximately 5 سنتيمتر وخلي بالك المسافة اللي تبقى ما بين الفتحتين تبقى حوالي 5 سنتيمتر number two place the bowl inside the box and close it حضرتك افتح الصندوق وخط فيه الكورة الصغيرة وبعد كده اقفله number three cover one of the holes with your hand يعني غطي cover one of the holes احد الفتحات زي ما انت شايف الولد الجميل اللي في الصورة حطي ايده على احدى الفتحات كده وغطاها تمام with your hand and look through the other hole to see the bowl وبص كده من الفتحة التانية وشوف كده حضرتك هتقدر تشوف الكورة اللي انت حاطتها في قلب السندوق ولا لأ كلام جميل يبقى يلا نعيد الخطوات بسرعة يلا هنجيب ايه هنجيب صندوق صغير وبعدين هنعمل ايه هنيجي على جنب واحد منه كده ونعمل two holes طيب الديستنس ما بينهم تبقى قد ايه approximately five سنتيمتر كلام جميل وبعد كده number two هفتح الصندوق هحط في ايه place the bowl inside the box and closet حط الكورة في قلب ووقفلها number three cover one of the holes حضرتك حط بقى ايد من ايدين حضرتك كده حطها على احدى الفتحات وبص بقى and look through وبص كده من الفتحة التانية علشان تشوف الكورة ايه الobservation بتاعك ايه الملاحظة اللي انت هتلاحظها يلا بينا ايه الملاحظة you want be able to see the bowl ان حضرتك you want انت مش هتقدر انت لا تستطيع be able to ان تكون قادر انك تشوف الكورة يلا نقم اربعة هنعمل ايه فاكرين ايدينا اللي كانت محطوطة على احدى الفتحات هنشيل ايدينا اللي احنا حطينها على احدى الفتحات ونحط مكان ايدينا اللي هو الايه الفلاش لايت هنحط ايه هنحط الفلاش بتاع الموبايل اللي متاح عندنا كلام جميل اهو take your hand away يعني ابعد ايدك عن الفتحة اللي انت كنت تسددها and replace it with a turn it on flashlight وبعد كده حط بقى الفلاش لايت اللي انت ايدو حطه في قلب الفتحة دي and look again وبص كده تاني بعينيك من الفتحة التانية throws other hole to see the ball عشان تشوفوا الكورة ايه بقى ال observation اللي انت ايه اللي انت هتلاحظه بعد ما حطيت الفلاش لايت في فتحة من الفتحات وعينك بتبص من الفتحة التانية you will see the ball clearly حضرتك هتشوف الكورة اللي موجودة جوه الصندوق بكل وضوح استنتج من ده ان the human needs to light to see and in the absence of the light the human cannot see anything in the dark يبقى ان الانسان محتاج الضوء علشان يشوف clearly وكمان الانسان ما يقدرش ان هو يشوف الاشياء في الظلام يلا explanation التفسير بتاعنا ايه we wouldn't be able to see the ball احنا ما قدرناش ان احنا نشوف الكورة when the box was completely dark لما كان الصندوق مظلم تماما because there is no light source احنا ما كانش فيه موجود light source and also the ball don't emit light والبول نفسها الكورة اللي موجودة جوه الصندوق دي عبارة عن opaque object صح يا ولاد؟ عبارة عن opaque جسم معتم وانا عارف ان الجسم المعتم don't emit the light ما بيقدرش ان هو يشعده يبقى we wouldn't be able to see the ball when the box was completely dark لما كان الصندوق مظلم بالكامل ما قدرناش نشوف الكورة جوه ليه يا ولاد؟ because there is no light source ما فيش light source يا بيه ما فيش light source ما فيش light source عشان يوريني عشان the light waves تخرج منه وتقع على الكورة اللي موجودة جوه وبعدين الكورة تعمل لي reflection لهذه light wave فتقع على عناية ولما تقع على عناية sensory receptors اللي موجودة جواها تقدر تتعرف عليها تمام وتروح جاية بعتها as electrical impulse تمشي في النيرفز وتروح للبراين and process it and interpret it وبعد كده يرجع يبعتها تاني as an electrical impulse تمشي في النيرفز وتروح للسنسوري أورغانز الخاص beside اللي هي our eyes ويقول لنا يا ولاد انتو شايفين كورة وده كان في وجود مين light source يلا but when there is a light source لما موجود بقى light source كان موجود وبدأ يبقى فيه light waves تخرج وتقع على الكرة we can see clearly احنا قدرنا نشوف الكرة بوضوح كلام جميل وده بسبب ايه because the light from the flashlight لأن الضوء اللي خارج من flashlight falls on the pole وسقط على الكرة and then return to the eye وبعد كده رجع للعين تاني so we can see طيب ايه الكونكلوجين بتاع اللي انا اقدر قلمه بقى بعد التجربة اللذيذة اللطيفة اللي كلكم هتجربها في البيت مامي او بابي هيجيب صندوق صغير ويعمل لي كده على one side فتحتين والفتحتين يكون ما بينهم approximately five centimeters كلام جميل واجي كده اروح جاي فتح الصندوق حطت في قلبيه الكورة او حطت في قلبيه an object زي ما انا احب كلام جميل واروح جاي مغطي الصندوق تاني فتحات بأدية وابص من الفتحة التانية كده اه مش هشوف ال object اللي انا حطه جوه اه واول بقى مامي هتساعدني او بابي هتساعدني ويديني الفلاشلايت بتاع الموبايل واروح جاي يحطه على احدى الفتحات وابص من الناحية التانية فهلاقي ان source of light اللي انا حطيته كلام جميل طلع light waves وقعت على ال an object سقطت على ال an object falls on an object وبعد كده حصل رفلكشن لل eyes عندي ارتدت على عناية فلقيتني شايف clearly ال object اللي انا حطيته يبقى ال conclusion presence of light وجود الضوء is necessary for us مهم جدا وضروري لنا to be able to see things clearly وتلاقوني حاطت تحتها اربع شرط كلمة clearly ديت مهمة جدا 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 يبقى الاستنتاج بتاعي في نهاية هذه التجربة presence of light وجود الضوء is necessary for us مهم وضروري جدا لنا ليه هنعمل بايه؟ to be able to see things clearly تمام؟ عشان نشوف الاشياء بوضوح يلا نقول بقى check your understanding تحقق من فهمك but true or false we can see objects that emit light or reflect light on our eyes يعني بيقول لي ان احنا بنقدر نشوف الاشياء اللي emit light اللي هي بينبعث منها ضوء زي ايه؟ برضو عليكو زي sun زي candles زي ايه كمان؟ زي fire وإيه كمان بيبعث ضوء زي مين؟ زي electrical lamp زي المصابيح الكهربائية زي flash light كل ديت بت ايه؟ بت emit or give or give gives off light طيب وكمان ممكن اشوف مين؟ اشوف reflect light او الاشياء اللي هي بتعكس الضوء زي مين؟ برافو عليكو خدنا مثالين اتنين زي moon وزي mirror on our eyes وذي بتكون الجملة ديت true صحيحة number two there must be light to be able to see things clearly in dark places يعني لازم ولابد من وجود light though to be able to لكي تكون قادر على رؤية الاشياء بوضوح clearly in dark places والجملة ديت بإذن الله true وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية درسنا ان شاء الله activity five light observation على ان نلقاكم بإذن الله رب العالمين ندخل بقى على درس جديد lesson three activity six light is energy وطبعا مش هفكركم ان share في الخير فتدال على الخير كفاعله ونقولكم نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى حالة